نشرة العشرة بتوقيت جرينيتش وسنتابع فيها بعد مشاركتي في قمة العشرين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستأنف جولته العربية من الواكشوت ومنها إلى الجزائر وسط أصوات رافضة للزيارة في العاصمتين في نشرتنا أيضا السطرات السفراء يشتريطون إلغاء الرسوم على الوقود قبل بدء أي محادثات مع الحكومة الفرنسية وعدو الاحتجاج تنتقل إلى دول أوروبية مجاورة أهلا بكم مجددا معكم رؤوف جربي بعد زيارة استمرت ساعات غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العاصمة الموليطانية نواكشوت متوجها إلى الجزائر الزيارة جاءت على وقع سجال بشأنها بين مؤيد ومعارض لها توقيع اتفاقية تقضي بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل وعلى رأس المال ومذكرة تفاهم بين وزارة المياه الموريتانية ووزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة السعودية هي حصيلة الاتفاقيات التي توجت زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى موريتانيا جرى توقيع الاتفاقيات تحت إشراف الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكن المراقبين يرون أن غير المعلن في الاتفاقيات قد يكون أهم من المعلن تتطلع موريتانيا إلى المزيد من التعاون مع العربية السعودية في مجال تمويل مكافحة الإرهاب خاصة أن موريتانيا تتصدر عمل قوة دول الساحة لمكافحة الإرهاب وهذه القوة تعتمد عليها السعودية في القضاء للإرهاب في هذه المنطقة الحساسة من العالم زيارة ولي العهد إلى موريتانيا قسمت الشارع الموريتاني بين مؤيد ومعارضة منتدى أحزاب المعارضة أصدر بيانا ندد فيه بزيارة ونظم الحراك الطلابي الموريتاني احتجاجات رافضة لزيارة النقطة الأولى هي التنديد بجرائم الحرب المرتكبة في اليمن من طرف محمد بن سلمان ذانيا هي جريمة سجن الدعاة والإعلاميين والعلماء والصحفيين في السعودية ذالذن الجريمة النكراء التي هزت العالم جريمة مقتل الصحفي خاشقجي جهات شعبية وسياسية أخرى رحبت بالزيارة ونظمت ندوات لشرح أهميتها هذه الزيارة التاريخية لأن هناك علاقات تربط بين الشعبين والحكومتين علاقات استراتيجية نتطلع إلى المزيد من التقدم والازدهار والتطور ومزيد من التعامل بين الحكومتين السلطات الموريتانية أغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى الطرق التي مر منها وفد الأمير بن سلمان مقطعة أوصال العاصمة واقشود طيلة الساعات التي قضاها الأمير بن واقشود تعتبر الحكومة زيارة الأمير محمد بن سلمان في مصلحة موريتانيا بينما تطالب المعارضة الحكومة بالتفريق بين العلاقات مع السعودية وشعبها وبين العلاقات مع الأمير محمد بن سلمان محمد فضل الحرى من واقشود إلى ذلك وقع مجموعة من المثقفين والكتاب والصحفيين والأطباء الجزائريون على بيان يعبرون فيه رفضهم للزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البلاد ومن المقرر أن تستمر زيارة ولي العهد السعودي إلى الجزائر ليومين وبرر الموقعون على البيان رفضهم للزيارة بسبب حادثة مقتل الصحفية سعودي جمال خاشخجي ووصفوا الزيارة بغير المبررة سواء من الجانب السياسي أو الجانب الأخلاقي معنا من أنواق شوط المختار والداهي الدبلوماسية السابق مساء الخير أستاذ مختار إذن زيارة لساعات في موريطانيا البعض يتحدث عن اتفاقيات معلنة واتفاقيات أخرى غير معلنة ماذا استفادت موريطانيا؟ من ولي العهد السعودي ومن علاقتها ومن هذه المستجدات مع السعودية أولا نحن في موريطانيا لا نتحدد بهذا منطق منطق الاستفادة ماذا استفادت موريطانيا؟ هذه الزيارة يجب أن نضعها في سياقها هي زيارة من ولي عهد سعودي إلى موريطانيا هي فعلة تاريخية بمقاييسنا هنا لأن أول زيارة قام بها ملك سعودي تعود إلى أربعين سنة خلت كان المرحوم فيصل رحمه الله إذن زيارة الولي العهد السعودي بهذا السمت وبهذا المقام هي بالنسبة لنا تعبير عن ذقة دولة كبرى من دول العالم العربي من دول العالم أيضا في نغامنا السياسي وهي إن شئنا وضعها نضعها فيما نمكن أن نسميه نوعا من استعادة الألق الدبلوماسي الموريطاني يتناوم مع استضافة القيمة العربية واستضافة القيمة الإفريقية ورئاسة مجموعة الدول الساحل وحضور دبلوماسيين متألّف في المحافظ الدولية توجه إضافة هذه الزيارة من هذا السمت التي تمثل وصلا لمن قطع منه أربعين سنة أو على الأقل في سمته من أربعين سنة لذلك نضع الزيارة في سياقها هذا لا سياق الربح والقسارة والاستفادة وغيره مع ذلك فإن هذه الزيارة كانت مناسبة لتوقيع العديد من الاتفاقيات وأياد المملكة العربية السعودية بيضاء على موريتانيا بيضاء على اقتصاد موريتانيا على البنى التحتية الموريتانية هذا لا يمكنه أي أحد لا يجامل فيه أي أحد موالي أو معارض الأرقام تنطق بذلك وهذه الزيارات كانت مناسبة لتوقيع بعض الاتفاقيات ولتوجيه أيضا بعض المكرومات من العاهل السعودي تمثلت في بناء مستشفى كبير في نواكشوت يسع ثلاثمائة سرير عندنا هنا هذا من أكبر المستشفيات أكبر مستشفى عندنا في نواكشوت طاقته الاستحابية يجد على ثلاثمائة سرير أعود فأقول هذه الزيارة هي مكسب ديبلوماسي لموريتانيا تفضل أكمل أكمل مكسب ديبلوماسي كنت تقول وأيضا في المقابل إذا هذه الزيارة هي مكسب؟ بالنظر إلى الاتفاقيات الآن يتحدث عن هذه الجولة ويضعها في إطار تبييض صورة محمد بن سلمان بعد حادثة مقتل سحفي وجرمة قتل خاشقجي وأيضا عندما نتحدث عن موريتانيا لو سمحت البعض يتحدث عن دورها في محاربة الإرهاب وفي قوات منطقة الساحل وسعودية تريد هذه القوة وتمويلها هل من جديد؟ وهل من ربما تفاصيل أعلنت عن هذه النقطة بالذات في موريتانيا؟ أولا فيما يتعلق بقضية الصحابي هذا شأن سعودي داخلي سعودي سعودي موريتانيا تحترم فيه خصوصية السعودية وهو شأن داقلي سعودي سعودي عبرت وزارة الخارجية الموريتانية وعبر أغلب الطيف السياسي والنقابي والطلابي والاجتماعي الموريتاني عن موقفه الذي يحترم الشأن السعودية الداقلي الداقلي مع ذلك هناك أصوات أخرى في موريتانيا تقول شيئا ضير ذلك تستفيد من بعض النفخ الإعلامي من بعض القنوات والوسائط الإعلامية المعروفة لكن هذا مظهر ديمقراطي سليم في موريتانيا ومعهود فيما يتعلق بتناظم الموقفين من قضية الإرهاب والتطرف العنيف أعتقد أن الموقف السعودي والموقف الموريتاني يتقاطعان يتناظمان في مسألة محاربة الإرهاب وموريتانيا تقود تشارك في تأسير حلف في منطقة الساحل تلك المنطقة التي هي منطقة رخوة وربما الإرهاب فيها موجود في أحد الدول أو يهدد كل الدول وكل دول الساحل لذلك إنشئت منظمة الساحل موريتانيا دورها فيها قوي تقود حتى الآن القوات الساحل يقودها موريتاني وعلى كل حال المملكة العربية السعودية تتقطع مع موريتانيا فكريا في محاربة الإرهاب وعسكريا أيضا في محاربته في هذه المنطقة والمملكة العربية السعودية ساهمت مساهمة كبيرة في تمويل قوات الساحل وهم على كل حال الحكومة الموريتانية والحكومة السعودية وموريتانيا والسعودية يتقاطعان في فهم إشكالية الأرهاب ومضرورة محاربتها محاربة ناعمة ومحاربة صلبة أيضا محاربة ناعمة في محاربة هذا الفكر واجتذاذ منابته وتحقيق شيء من العدالة والقسط بين الناس ومحاربة صلبة أيضا محاربة عسكرية قوية أيضا لهذا الفكر وأنصاره وأتباعه نعم في المقابل تحدثت سيد مختار والداهي وصفت هؤلاء المعارضين لزيارة بن سلمان بأنهم باحثون عن شهرة إعلامية وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أليس في هذا إقصاء بالنظر إلى أنه من حقهم معارضة أي تحرك في هذا التوقيت بالذات أنت ذكرت أنه أربعين سنة لم يزر موليطانيا مسؤول رفيع من السعودية أنا لم أقل لا 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 أقول أولا صحيح مسألتين سنتين أو على قل أدقيقهما كما أقول أولا لم أقل أن موليطانيا لم يزرها مسؤول رفيع من السعودية هي كانت دائما على تواصل مع المسؤولين السعوديين في أربع مستوى لكن قلت إن هذا المستوى مستوى ولي العهد ومستوى الملك لم تشهد موليطانيا زيارة من هذا السمت وهذا المستوى منذ أربعين سنة وبالتالي زيارة ولي العهد نضعها في إطارها هذا ما يتعلى ما قلت للم أقول بأنهم باحثون عن شهرة واضح جدا لتضحت صورة شكرا جزيلا لك المختار والد الداعيات المواسي السابق شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات لكنها تستفيد أيضا من هذا الفضاء الديمقراطي كنت معنا من أنواكشوت العاصمة الموليطانية شكرا جزيلا لك مرة أخرى في شأن آخر بحث رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي فائز السراج في العاصمة الأردنية عمان العلاقات التنائية بين البلدين وسبول تعاون المشترك إضافة إلى عدد من الملفات والقضايا المعلقة أبرزها الديون المترتبة على الجانب الليبي للمستشفيات والفنادق الأردنية والتي تجاوزت المائتي مليون دولار إضافة إلى تطوير النظام الشراطي في ليبيا وتدريبهم في المراكز الأردنية وتبادل الاستثمارات وتعهد الجانب الليبي بالبدء بعملية دفع المبالغ المالية المترتبة على الجانب الليبي للمستشفيات والفنادق وكان السراج التقى قبل ذلك العاهلة الأردنية عبدالله الثاني الذي جدد دعم المملكة للحل السياسي في ليبيا اختحم عشرات المتظاهرين الليبيين صباح اليوم مقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس وقدت تحركات الاحتجاجية مجموعتان تطالب واحدة بحقوق القتل والجرحة والأخرى برواتب العاملين ببعض الشركات الحكومية المتعترة وقد غادر مسؤولون في حكومة الوفاق المبنى بعد اقتحامه في حين لا يزال والمبنى تحت سيطرة المتظاهرين إلى هذه اللحظة قال قياديون في حركة الشترات السفراء إن إلغاء الرسوم على الوقود هو شرط مسبق لأي مفاوضات مع الحكومة وذلك بعد أن كلف الرئيس الفرنسي رئيس حكومته إدوار فليب بالاستماع إلى ممثلين عن الحركة هذا وبدأت الحياة تعود تدريجيا إلى باريس بعد يوم من العنف والمواجهات بين رجال الشرطة والشترات السفراء ومن تصفه السلطات بمندد سينة وفوضويين قاموا بحرق سيارات وتحطيم محال تجارية ومقار شركات ومهاجمة مصارف ورسم شعارات منددة بسياسة الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون هذا ما تبقى من مطعمي لبيل أرمي ومقهى 55 صاحبة المحلين ساندرين كانت حاضرة منذ ساعات الصباح الأولى لمعاينة ما لحق بممتلكاتها من أضرار وقع الصدمة لم يكن مدمراً لأنها شاهدت الحريق والتحطيم مباشرة من منزلها عبر كاميرات مثبتة في المكان نأمل أن تجد الحكومة الحلول فمنذ أسبوعين ونحن على هذه الحال مما سيدفعنا إلى البقاء في محلاتنا للدفاع عنها هذه هي المشكلة هذا الحريق هو واحد من 190 حريقاً شملت سيارات ودراجات نارية بالمئات واقتلاع شعارات السير ورسم شعارات منددة بالرئيس إمانويل مكرون وسياسة حكومته فضلاً عن حرق أبنية فخمة ولسيما في قوس النصر وشارع كليبير الذين تفقدهما مكرون بعد اجتماع صباحي مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومسؤولي الأمن منذ أسابيع نحن نطالب الرئيس بتحقيق مطالبنا لكن هو واصدقائه يروحون مكانه وفي النهاية لم يتقدموا بأي عرض هذه الحركة من الشعب وأعتقد أن على الحكومة أن تستجيب لها ليس لكل المطالب ولكن على الأقل الوقود وكانت قوات الأمن قد أوقفت أكثر من 450 شخصاً وسجلت إصابة 133 آخرين بينهم 23 من أفراد الشرطة فيما أعيد فتح محطات المترو المؤدية إلى قلب باريس من خلال مشاهدتنا فإن غالبية الفرنسيين تنتظر خطوات من الحكومة تستجيب فيها لمطلب واحد على الأقل من مطالب السطرات الصفراء ألا وهو تجميد رفع أسعار المحروقات حتى لا يتكرر المشهد نفسه السبت المقبل طوني شميي الحرى باريس هذا وبدأت حركة الاحتجاج تمتد إلى دول أوروبية مجاورة حيث اعتقلت السلطات البلجيكية عشرات المحتجين عند مستودع للوقود قرب الحدود الفرنسية في حين احتشد محتجون هولنديون تأثروا بتظاهرات سطرات الصفراء بالقرب من مقر البرلمان الهولندي بالعاصمة لاهاي وقالت هيئة الإذاعة العامة الهولندية أن السلطات لم تعطي تصريحات وأنه تم اعتقال اثنين من المحتجين بعد وقت قصير من بدء التجمع وأعلن أحد المسؤولين عن إنشاء مجموعة سطرات الصفراء الهولندية على شبكة الانترنت والتي تضم أكثر من أربعة آلاف عضو أنه سيجري تنظيم المزيد من الاحتجاجات في الأيام المقبلة معظم أعضاء البرلمان مرفهون ولا يعلمون أي شيء عما ينجر في الأحياء المجاورة في البدء تعاني من وطأة الدين للذهاب إلى الجامعة كما أن سوق الإسكان محدود للغاية بحيث يتعذر بالنسبة للباحثين عن سكن الحصول على منزل أنا أعيش حياة جيدة لكن رغم ذلك عليك أن تنفق الكثير من الأموال للحصول على ما تريد معي من باريس الإعلامي والباحث السياسي مصطفى التوصم مساء الخير أستاذ مصطفى مطالب السطرات الصفراء واضحة هل سيواصل ماكرون الآن تمسكه بموقفه في عدم الاستجابة لمطالب المحتجين نعم صراحة إذا أردنا أن نقرأ ما وقع اليوم بعد عودة مانويل ماكرون من قمة الأرجنتين ليس هناك أي مؤشر واضح بأن الرجل الرئيس سيتراجع عن مقاربته الضريبية الخطوة التي اتخذها اليوم لمحاولة تخفيض حدة التوتر وهو أنه كلف رئيس الحكومة إدوار فليب بلقاء زعماء الأحزاب السياسيين بالاستماع لهم بالإضافة إلى وفد ممثل للسطرات الصفراء وهذا في إطار ما يسمى بالحوار السياسي لكن ليس التفاوض وحوار سياسي فقط تبادل الأفكار تبادل الحلول لكن لم تصدر حتى الساعة على القصر الإليزي أي مؤشر بأنه سيتراجع أو أنه سيستجيب لمطالب السطرات الصفراء وهو الشيء الذي دفع ببعض الشخصيات الممثلة لهذه الحركة أن يساعدوا من مطالبهم وأن يهددوا بسبت أسود مقبل في فرنسا وهو الشيء الذي أصبح يشكل كابوس على الفرنسيين وهم يتخوفون من تجديد هذه التجربة المريلة التي عاشها السبت الماضي نعم أستاذ مصطفى الاحتجاجات الفرنسية بدأت تتمدد بعدواها إلى دول الجوار الأوروبي هل يمكن أن تمتد هذه العدوى إلى الجوار المتوسطي؟ وهنا نقصد ربما دول المغرب العربي لسيما تلك التي تمثل أسعار الوقود فيها هادسا لمستخدميه؟ نعم هناك احتمال وارد من أن تتمدد هذه الحركة في محيطها الأوروبي والمتوسطي والمغاربي لسبب بسيط وهو أنها حركة تلقائية ولدت عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتنديد بسياسة التقشف للتنديد بفرض ضرائب على المواطنين وللتنديد بانخفاض القدرة الشرائية لهؤلاء المواطنين إذن هناك عوامل مشتركة في هذه الدول ولجوءها وطريقة استهلاكها لشبكات التواصل الاجتماعي قد تكون وسيلة بالنسبة لبعض الشباب وبعض الأوساط الأوروبية والمتوسطية لكي يستلهموا هذا النموذج نموذج السلطات السفراء وهذا وارد وقد بدأت في أوروبا في ألمانيا في هولندا بعض النماذج تظهر على شبكات التواصل الاجتماعي هناك من يقول في بعض وسائل إعلام أستاذ مصطفى النسبة كبيرة ممن قاموا بأعمال الحرق والنهب النهب ربما هم شباب الضواحي وأكثرهم هم من أصول مغاربية وإفريقية هل من العكسات في حال ما تم تأكيد ذلك؟ لا صراحة اليوم بعدما رجع إيمانويل مكرون كانت هناك خطاب لمحافظ مدينة باريس السيد ميشيل دولبيش وكان للمدعي العام وانطلاقا من الأربعمية وعشرين شخص الذين ألقوا القبض عليهم من طرف السلطات الفرنسية تبين أن معظمهم ما بين عشرين واربعين سنة وينتمون إلى الطبقة الفرنسية العادية يعني المعروفة بالضواحي ولكن بباقي البلدان الفرنسية فقط قلة قصيرة صغيرة جاءت من الضواحي ولن تشارك في أو كسر محافظ أسياسي مصطفى الطوسة كتب عنا من باريس ترأس مطران شبر الخيمة في مصر الأنبى مرقس قدسين للصلاة في المملكة العربية السعودية لأول مرة تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لقيادات الكنيسة في مارس الماضي خلال زيارته إلى الكاتدرائية المرقسية في مصر وأقيم القدسان في منزل أحد الأقباض يومي الخميس والجمعة الماضيين وحضرتها أسر قبطية بعد أن حمل الأنبى مرقس أواني المذبح ولوحا مقدسا بديلا عن مذبح الصلاة من القاهرة خلال الزيارة التي بدأها الاثنين الماضي إلى السعودية وكان البابا توادروس الثاني بابا الإسكندريو بطريليرك الكراز المرقسية قد أشاد في تصريحات إعلامية له قبل الزيارة مباشرة بالتطورات التي تحدث في السعودية المشهد من خلال الإعلام تطورات كبيرة جدا على الساحة السعودية وفي حياة المملكة العربية السعودية والحياة ننظر إليها بكل إعجاب وننظر لها بكل تقدير وفي أثناء زيارة ولي العهد كان من ضمن المستقبلين نيافة أنبى مرقس ففتح في الزيارة أنه زار السعودية قبل كده مرة أو اتنين وأنه يعمل في زيارة الأسر المسيحية الموجودة المصرية هناك بعد قليل في العاشرة بتوقيت جرينيج مفاوضات منتظرة في المغرب بين الحكومة والنقبات المركزية في محاولة لتجاوز الخلفات بشأن زيادة أجور الموظفين أهلا بكم من جديد تعقيد الحكومة والنقبات المركزية في المغرب جولة جديدة من الحوار الاجتماعي يوم غد على وقع تشبث كل طرف برأيه بخصوص الزيادة في أجور الموظفين العموميين ودعت الحكومة النقبات المركزية المشاركة في اجتماع لجنة الاتصال وهي لجنة تقنية من أجل تدقيق المقترحات بخصوص تحسين دقل موظفين والأجراء ويفترض أن تتفق هذه اللجنة على سيغة بخصوص الزيادات والإجراءات التحفيزية ليتم عرضها على اللجنة الوطنية التي يترأسها رئيس الحكومة يأتي هذا في الوقت الذي قررت نقابتان مقاطعة الحوار الاجتماعي إلى حين مراجعة العرض الحكومي الذي اعتبرته هزيلا معنا من الرباط رشيد لزرق خبير القانون الدستوري مساء الخير دكتور لزرق إذن حضوظ نجاح هذا الاجتماع وتحقيق المركزية لمطالبها من خلال لقائها مع الحكومة بداية يجب أن نكون متفائلين ولا يسعلنا إلا التفاؤل غير أن المقاربة الأحادية التي تنهجها الحكومة باعتبارها أنها تراعي التواجنات الاقتصادية بغض النظر على التواجنات الاجتماعية تعطي مؤسرات سي أو مؤسرات مؤسفة بأن الحوار حدود النجاح ديالون لا أريد استباق الأمر لكن حدود نجاح الحوار تبقى ضائلة على اعتبار أن الحكومة لازالت متمسكة بنفس العرض الذي جاء قبل الخطاب الملكي وبعد خطاب الملك فإنه الذي دع الحكومة إلى معاودة الزلوج مع النقابات فإن الحكومة لازالت متمسكة بنفس عرضها وعرضها هو محاولة منها لتقسيم الفئة النقابية على اعتبار أن زيادة من الأجور كمطلب هام ولا غيناء عنه جاءت به الحكومة باختيار الطبقة البسيطة جدا في سعي منها يمكن أن يكون سعي دوناج متواصل لضرب الطبقة الوسطى التي عانت منذ ولاية الأولى منذ 2011 هي كانت آخة زيادة لهذه الطبقة خاصة بأن المحيط الإقليمي يغلي وبالتالي فإن الحكومة يجب أن تحسين في هذا العرض خاصة نحن ليس بعيدين على ما يجري في فرنسا وما يجري في أوروبا مع العلم أن أوروبا وفرنسا لهم قدرة معيشية أكثر منا خاصة ويعتبر هذا تراجعا لأن المغرب اختار الديمقراطية الاجتماعية ونهج الحكومة تجيد في انخراطها في الليبرالية المتوحسة التي تكون على حساب الطبقة العاملة التي سايدت زيادة صاروخية في الأجور وتدني في مستوى معيشتها نعم في المقابل أنت تقول أن منذ سنة 2011 لم تكن هناك أي زيادات في حال تم رفض إقرار أي زيادات من طرف الحكومة المتحججة بأعجز الميزان التجاري والظروف المالية والاقتصادية للبلاد أي سيناريوهات يمكن أن تحدث خصوصا في ظل موقف النقابات؟ نلاحظ بأن الحكومة تحاول بنهجة خطة لتقسيم النقابات على اعتبار أنها تحاول أن تزعل فئة ضد فئة أخرى وبالتالي فإنها تقامر بالسلم الاجتماعي الذي له تكلفة كبيرة لأن الحكومة لاجب أن تكون استباقية خاصة أن المحيط الإقليمي يغلي وأن الزيادة تدني في المستوى المعيشي وصل إلى مستوى غير مسبوك وبالتالي فإن على الحكومة أن تنهز خطة استباقية وتعمل على تحيين مقترحاتها وتضمهم لمسرع القانون المالي الذي لازال يناقش بالبرلمان شكرا جزيلا لك رشيد لزرق الخبير في القانون الدستوري كنت معنا من الرباط تشهد مستر نموا في أعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أسهمت في توفير فرص عمل للشباب وعلى الرغم من هذا الإقبال في ظل تسهيلات حكومية عدة يواجه كثيرون تحديات وصعوبات تتعلق وأبرزها بطرق وشروط نيل الدعم والتمويل تهتم بأضاق التفاصيل لتشكيل هذه القطع المصنوعة يدويا أميرة أحبت ودرست الفنون لتتحول إلى مصدر رزق ومستقبل تبنيه بتأني أشتغل حلية بالنحيس والجلد الطبيعي الفكرة جات لي أن أنا كنت عايزة أعمل خط جديد أو فكرة جديد في الحلية الفكرة اللوحة أن أنا رسامة ليه ما خليش رسميتي تبتدي تنتشر بطريقة عملية مش بس كتابلوهات من هنا جات لي الفكرة وجات لي الفكرة كمان من أحياء الهوية المصرية بأقل من ستين دولار أمريكي بدأت أميرة مشروع صناعة الحلي من منزلها لتكون ضمن ألاف رواد الأعمال الذين يستفيدون من دعم حكومي يقدم لهم إلى جانب التمويل التدريب والخبرات اللازمة لتطوير مشروعاتهم وتحسين منتجاتهم دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة تحسن الاقتصاد المصري وتنميه باتتوجها الرسميا تدعمه جهات مانحة ومؤسسات مالية بداية العام لغاية تلاتين تسعة تقريبا أننا ضخينا في حدود أربعة مليار واحد من عشر لمية وتسعين ألف مشروع ووفروا تلتمية وخمسة ألف فرصة عمل طبعا أننا مستهدفين أو هي الأرقام ابتدت أنها تظهر نحن نقفل على آخر السنة تقريبا لخمسة مليار ونص أو ستة مليار مصر كسوق ناشئ لقيت أن دي أداة سريعة أن نتحقق ربح وأنها تخلق فرص عمل وأنها تساهم في الناتج المحلي نحن نخلي كل المنتجات المصرية يكون محلية لأنه سيقلل الضغط على العملة لأنه لما يكون لدي منتج مصري ستطلق منتج مستورد من أي دولة أخرى رغم تخصيص البنك المركزي المصري لأكثر من أحد عشر مليار دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أن جدلا يدور في الشرع المصري حول شروط الحصول على هذا التموين الذي تصل فائدته إلى خمسة في المئة لما الناس بتروح تقدم في البنك بيقولوا لازم يكون المشروع قايم مشغل وبيكسب عشان أقدر أمورك تكبر المشروع دي عقبات بتقابل الناس طب أنا عايز أعمل المشروع دلوقتي بس معيش فلوس هابقى إزاي في جامعيات أهلية كتير بتشغل في الموضوع ده هوت ومشغلين برضو الشباب في حتة أنهما عندوا فكرة مشروع أو عايز أعمل مشروع بيقدموا للدولة بتساعدوا الحكومة المصرية لم تنكر بعد هذه التحديات وأخرى تتعلق بكثرة اللوائح والتشريعات المنظمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن جودة المنتج المحلي وضعف البنية التحتية إلا أن أكثر ما يواجه أميرة وأمثالها هو التسويق والوصول إلى قنوات التصدير محمد محيد دين الحرة القاهرة نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو تهما بالفساد موجهة إليه قائلا إنه لا يستغرب من توقيتها ومتهما شرطة بلاده باستهدافه شخصيا لتشويه سمعته نفي نتنياهو ورد في كلمة ألقاها أمام ننصاره من حزب الليكوت خلال مراسم إيقاد شموع عيد حنوكا وبعد ساعات من اتهامات بالفساد وجهتها له الشرطة وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصل بتوجيه اتهام لنتنياهو بتقاضي ريشان في قضية فساد تخص شركة اتصالات إسرائيلية ما أثار دعوات فورية لاستقالته وضفت الشرطة إنها أعدت مجموعة كبيرة من الأدلة لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وزوجته سارة بالتورط في جرائم احتيال وخيانة أمانة إنه لمن الواضح للجميع رؤية التوقيت الشفاف لنشر التوصيات المحددة مسبقا والتسريبات المتعمدة والعملية الملوثة والادعاءات الكاذبة علي وعلى زوجتي التوصيات ليست مفاجئة والتوقيت ليس مستغربا في تونس يتداول عدد من الصحفيين على الشبكة منذ أيام هاشتاغ أنا الصحفي ضد الرداء عفوا تعبيرا عن حالة مهنتهم التي كانت إلى وقت قريب محل انتقاد المتلقين بالأساس وقد طالت سهام النقد برامج عدة في قنوات تلفزيونية خاصة تحديدا بعد ظهور موجة جديدة من برامج ما يعرف بالتوكشو التي غالبا ما تتولى وظيفة الترفيه والتثقيف وعير بعضهم أن هذه البرامج حادت عن الوظيفة التي يفترض أن تقدمها فسقطت في الرداء ينضم إلينا من تونس الخبير الإعلامي عبدالسلام الزبيدي مساء الخير عبدالسلام إذن هل تعكس في البداية ربما هذه الحملة شعورا عاما لدى إعلامي تونس بأن موجة من الرداء تشتاح المشهد الإعلامي في البلاد؟ أولا شكرا على الاستضافة ثانيا فعلا هذا هو الحاصل في تونس وما كان يقال في الأماكن المغلقة أصبح يقال بشكل مفتوح في الفضاء الافتراضي ونأمل أن يتطور وأن يخرج من الفضاء الافتراضي إلى الفضاء الواقعي إلى المؤسسات إلى النقابات إلى العمل الحكومي وغيرها أستاذ لو سمحت فيما تتجلى مظاهر الرداء التي يشتكي منها أصحاب هذه المبادرة؟ أصحاب المبادرة يشتكون من عدة أنماط ميناء الرداء الشكل الأول أو النمط الأول الذي تحدثتم عنه وهو ما يسمى بتلفزيون القمامة تلفزيون الإثارة تلفزيون عرض الفضاء الشخصية وانتهاك المعطيات الشخصية تلفزيون التصطيح هذا الجزء الأول من الرداء هناك جزء ثاني من الرداء متعلق بالجانب السياسي باعتبار أنه أصبحت جل التلفزيونات وجل الإذاعات وكذلك الصحف المكتوبة لا تخفي ولااتها السياسية لهذا الطرف أو ذاك سياسيا واقتصاديا تحركها لوبيات فالرداء هنا رداء في المضمون سواء كان الترفيه في المضمون السياسي وفي المضمون المجتمعي هل هذا يشمل ربما القنوات التلفزيونية الخاصة أنه تعداه الأمر ليمس الصحافة المكتوبة نعم الصحافة المكتوبة لها نصيب من هذا هي تشكو إشكاليات كبرى على مستوى التمويل على مستوى الإشهار فعوضت الدخل المادي من الإشهار بالإثارة من أجل جلب القراء والاستفاف في الجانب السياسي يمكن أن نجده في الصحافة المكتوبة أكثر من الصحافة المرئية أو المسموع ثم أن الإثارة أصلها انطلقا مع الصحافة المكتوبة قبل المرئية كيف يمكن في هذه الحالة تفسير هذه الرداءة رغم أن انقراض تونس في المسار الديمقراطي منح صحفيين الحرية التي كثيرا مطالبوا بها في هذه الحالة نعم نعم الثورة ثم الانتقال الديمقراطي منح الإعلاميين التونسيين مناخ من الحرية لكننا وأقولها لني إعلامي كذلك ولكننا لم نقتنص هذه الفرصة لا أقول لم يقتنص الإعلاميين هذه الفرصة وإنما المؤسسات الإعلامية وأصحاب المؤسسات الإعلامية وأصحاب اللوبيات المالية التي احتوت هؤلاء الإعلاميين جيرتها إلى صالحهم وأصبح في تونس يمكن القول هناك إعلاميون جيدون هناك منتوجات جيدة ولكن ليست لنا مؤسسات إعلامية قادرة على أن تعبر على هذه اللحظة التاريخية لحظة الانتقال الديمقراطي بل أصبحت لعبة في اللوبيات سياسية اللوبيات مالية ولوبيات الإشهار نعم لكن المنصات أستاذ أبتسلام زبيدي المنصات الإعلامية التي يتهمها الصحفيون بالرداء هي الأكثر مشاهدة بين التونسيين لا يعني هذا ربما أنها تقدم لهم حقا ما يطلبونه هذا ما يطلبه الجمهور هما لا يقدمون ما يطلبه الجمهور وإنما يقولبون أو يعلبون وعي الجمهور فلو قدمنا نحن كعالميين منتجا آخرا استقصائيا تثقيفيا مثلا أن نخذ الإصلاحات الاقتصادية أو أن نضع الموضوع الإعلام في حد ذاته كأولوية فإن الجمهور سيتأقلم مع هذا فما أراه هو وضع أجندة تستيحية للوعي والثقافة وللربح السريع وثم نقول أن الجمهور يريد هذا لا نحن نصنع وعيا لدى الجمهور وليس نقدم له ما يريد نعم تتحدث عن تسفيه وتدفيه لكل المظامين الإعلامية وفي المقابل أين هي أو أين هو دور هيئة مراقبة قطاع السمع البصري في تونس بالنسبة للهيكاء أعتبرها وهذا الرأي لي وأنا قد استحبت عملية بعثها وتأسيسها في مايو 2013 إلى الآن أقول نفسها هي جزء من الأزمة لأن وجودها في حد ذاته محل نزاع وهي كأن أصحاب المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية يشككون في شرعية وجودها اليوم وفي تركيبتها الهيكاء نفسها هي تبحث عن ذاتها لأنها مؤسسة جديدة لم تكن موجودة في السابق تجربة متى أن أعضاء الهيكاء نفسهم في حالة تأسيس وأصبحوا دورهم رقابي أكثر منه دور تعديلي فإن الهيكاء في تقديري هي جزء من الأزمة وليس جزءا من الحل واضح جدا شكرا جزيلا لك الإعلامي عبد السلام زبيدي كنت معنا من تونس قال جيرمايا مامابوت والممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور المعروفة بيوناميل إن بعض المناطق في جبل مرة الواقعة في ولايتي وسط وجنوب دارفور تشهد موجات نزوح جديدة جراء المنوشات التي تدور بين القوات الحكومية والحركات المسلحة غير الموقع على اتفاقية السلام واضف جيرمايا في مؤتمر صحفي في الخرطوم أن نحو 16 ألف شخص نزحوا خلال الأسبوع الماضية داعيا جميع أطراف الصراع للجلوس على طاولة التفاوض والانضمام إلى جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام في دارفور في لبنان حث رئيس حزب التوحيد العربي وآم وهاب المغالي لسوريا مناصريه على الهدوء بعد مقتل أحد مساعدية نأمو حاولة الشرطة تسليمه طلب استدعاء لاستجوابه في اتهامات بتهديد السلم الأهلي إثر تصريحات مسيئة أدل بها بحق رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وبحق رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وقد جرى اليوم تشيوع مساعد وهاب الذي قضى أمس إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء مداهمة قوى الأمن منزل وهاب في قرية الجاهلية تنفيذا لأمر قضائي بإحضاره إلى التحقيق وأوضحت الشرطة أن أنصار وهاب أطلقوا النار بشكل عشوائي فأصابوا أحد مساعديه نافية أن يكون عناصرها قد أطلقوا النار في اليمن يعيش 80% من المواطنين تحت خط الفقر حسب تقارير أممية جزء كبير منهم يعاني من البرض ويفتقر لتكرفة الدواء الذي ويباع بأسعار عالية بسبب استغلال شركات الأدوية وغياب الدور الرقابي الحكومية عائشة علي ينهشها المرض منذ سنوات لا تملك بسطر للرزق ولا أسرة ميسورة الحال توفل لها قيمة الدواء التي هي في أمس الحاجة له فضلا عن الغلاء غير المبرر الذي يسيطر على الأدوية بجميع أنواعها علاجي معه حق الغددرقية كما أنا عندي فيروسي يعني فيروسبي علاجي يطلع في الشهر ب150 ألف ومقدر أشتريه وأنا جالسة في المؤسسة ومنتظرة محتاجة للدواء إذا ما فيش دواء بيرجع لي مرة ثانية فشل كلوي إذا ما فيش كمان علاج الغدده بيرجع لي مرة ثانية الأسردان إذا ما فيش كمان علاج حق الفيروس لأني أخذ حين حماية بيرجع يعني ينتشر عندي هنا في هذه الفعالية تكافل عدد من رجال الأعمال والشركات الخاصة من أجل تأسيس بنك أسموه بنك الدواء هدفه توفير الأدوية مجانا للمرضى المعسرين على مستوى محافظات البلاد المختلفة اليوم ينضلق بنك الدواء كمجموعة بنك الخير كلها بنك إنسانية تعمل في المجال الخيري بمبادرة من أخواني في القضاء الخاص في الاتحاد العام للغرفة التجارية اتحاد منتجي على الأدوية اتحاد مستوردي على الأدوية شكلوا اليوم هذا البنك وينضلق اليوم من أجل إسعاف المواطن والناس المحتاجين للدواء في كل المحافظة في كل الأماكن على كل المستوى جدير بالذكر أن أعداد المرضى زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة بما فيها الأمراض الخطيرة وسوء التغذية نظرا لما يمر فيه اليمن من حرب وأزمات وفقر وبطالة انحكست على حياة المواطنين عامة وبالأخص الجانب الصحي 80% من اليمنيين يعيشون تعتخط الفقر حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف يقابله ارتفاع في عدد المرضى وأسعر الأدوية في ظل غياب الرقابة الحكومية أعبد الكريم الشيباني الحرة صنعا بعد قليل في العشرة بتوقيت جرينيتش سيول جارفة في العراق تقطع طريق الموصل أربيل وغرق أكثر من 800 خيمة في مخيمات النازحين أهلا بكم من جديد قال متحدث عسكري إيراني إن إيران ستواصل تجارب السواريخ لتعزيز قدراتها للدفاع والردع بعد أن أعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق أن برنامجها الصاروخي دفاعي ولا ينتهك قرارات الأمم المتحدة وقد أدن وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو وسبت ما وصفها بتجربة إيرانية لساروخ متوسط المدى متعدد الرؤوس بأنها تشكل خرقا للاتفاق الدولي المبرم عام 2015 حول برنامج إيران النووي في العراق تسببت سيول الجارفة بقطع الطريق الرابط بين الموصل وأربيل إثر انهيار أحد الجسور كما تسببت بغرق أكثر من 800 خيمة في مخيمات النازحين أكثر من 800 خيمة تضرر تجراء الأمطار والسيول التي اشتاحت مخيمات نزوح في نينوى وعنال مخيم النمرود شرقية الموصلة النصيب الأكبر منها هذه المرأة والمقعدة الطاعنة في السنة تقول أن مياها الأمطار دخلت خيمتها وهي في سبات نومها روايات شتى لنازحين من نينوى رغم مرارة عيشهم في مخيمات نزوحة هذه المرة مع سيول الأمطار التي هجرتهم رغم حجرتهم وجرفت ممتلكاتهم النازحون داخل مخيم السلامية حملوا وزارة الهجرة والمهجرين مسؤولية تلك الوزارة في إيصال المساعدات الإنسانية لأربعة أشهر لم يرواها نحن نعاني من شغلة الهجرة والمهجرين مانظمات الهجرة والمهجرين صارنا أربعة أشهر لم يستلمون نهائيا أي شيء مخيمات الباقية تستلمون هذه الساعة لا زالت تستلمون مخيمات مستمرة خابروا بحمد أبو الهجرة يقول القمرق خابرون غير منظمات يقول لك ماكو شيء أبو سيارة يقول لك ما محمل فهنا الناس عانتوا جتلها الجوع جاءت السيولة لتضيف عبء آخر إلى معاناتهما لتجدد سيحات النازحين للمطالبة بالعودة إلى مناطقهما المحررة بالنسبة لنا الحكومة هو شونا حل ترجعنا تعوضنا وترجعنا على بيوتنا احنا راضين الحكومة الآن نشونا على الأكبر هاي الناس شرطة مفصولين وجيش ترجع الشرطة والجيش نرجع على بيوتنا يعني انتغام انتغام مجلس نينو أكد عدم موافقة الحكومة المركزية على مقترحه بانهاء ملف النزوح وتعويض العوائل النازحة بمبالغ نقدية خلال عودتها إلى مناطقها نحن قبل سنتين كان لدينا مقترح من مجلس محافظة نينو أكبر بضرورة منح خمسة ملاعين دينار لكل عائلة عائدة من المخيمات إلى منطقتها ولكن مع الأسف الشديد الحكومة الاتحادية لم تطبق بعد حتى صدور قرار من مجلس النواب العراقي بهذا الغرض لم يكن لهؤلاء ذنب سوى أنهم أرادوا النجاة بأنفسهم من وطأة الحرب لكنهم لم يعلموا أنهم سيتركون هنا في العراء تحت رحمة السماء من مخيمات نزوحي شرقية الموصل هيتم أحمد الحرة شوق الميلاد فضاء عقبته بلدية بيت لحم في الظفة الغربية مع اقتراب موسم أعياد الميلاد ويجدوا فيه التجار فرصة لبيع منتجاته محمود بائع متجول يغادر قريته في بيت أمر مع بداية شهر ديسمبر ليستقر في مدينة بيت لحم نحو شهر فهو ينتظر موسم أعياد الميلاد بفارغ الصبر الموسم يبدأ بإنارة شجرة الميلاد وبعدها يفتتح سوق الميلاد وفيه تتحول ساحة المهد إلى سوق كبير يعرض فيه التجار كل ما يلزم من زينة الميلاد وتوابعها نشتغل ونبيع وليع بروح للطلاب المحتاجين والفؤرة فإحنا نستنى كل سنة يصير هذا الاحتفال عشان نيجي نوقف هون ونبيع كل سنة نعطي لتشاريتي معين المصاري اللي بيطلعوا معنا يعني ممكن نعطي للكانسر كيدز ممكن نعطي للايتام ممكن نعطي لفؤرة كمان للملاجئ العجزة سوق الميلاد المجيد سوق ينتظره الباع المتجولون التجار الكبار وأيضا هو فرصة ذهبية تجذب الجمهور بسبب العروض الفنية التي تقام في هذه المدينة بتسهل علينا كثير يعني مثلا من درع دكاني دكاني هنا كل دقائقين موجودة من فرع دقائقين ومش اللي بدنا إياه هو مش بس مجرد زينة هو احتفال إحنا من نتبره نلتقي مع بعض بداية الاحتفالات بأعياد الميلاد وبعدين السوق منوع وحلو من كل بلدان العالم ومن فلسطين منتجات كثير مرتبة عروض النأمة سرحية ورقصة وموسيقى تعرض طوال النهار والجمهور يأتي للاستمتاع بهذه اللحظات الممتعة من مدينة بيت لحمة فاتن علوان الحر تميزت مدينة ويافة بزراعة الحمضيات ولكن البساحة الشاسعة من هذه الأراضي الزراعية تكمشت وجفت مياها وتلوثت تربتها بعد عام 1948 حسب مؤرخين هو شاهد على الزمان والمكان أبو ياثر أبو شحاد تسعيني من مدينة يافة توقف الزمن من حوله لكن ذاكرته ظلت حية وثرية يتلمس طريقه إلى حقل البرتقال أو البيارة كما تسمى هنا ويروي تفاصيل الحبيبة والغياب خلعوا السجر وبنوا مطرحوا دور هين هذا كان سجر بردقان بيارة كبيرة هذه كانت بعض أصحاب البردقان يبقى يمسك الحبة ويتغزل فيها شوفوا يا ناس إيش الله خلع يتغزلوا بحبة البردقان زي اللي بغازي البنة التسق البرتقال من حسين فييافة فبات رمزا لها ففي القرن التاسع عشر كان البرتقال زائر دائم للدول الأوروبية والعربية إلى أن توقف ذلك بعد عام ثمانية وأربعين صادرت البيارة تاعت أبوي في سنة خمسة وستين شاف التركتور صار يخلع بالسجر قعد على باب البيارة يعيط مثل ولد صغير وانكسرت لعبته يعيط زي الولد الصغير وقلب مات فأع وهو يعيط على الصجر أصبح لمدينة يافة شكل مختلف ففي هذه المنطقة وغيرها كانت البيارة تلتف كتوقي الياسمين يفوح عبيرها بكل الاتجاهات إسرائيل بالتمانية وأربعين لما جرفت كل منطقة شرق يافة ونحن وقفين وخلفنا بالمنطقة الشرقية وحولتها لمباني زي ما تشوفوا هنا مباني سكنية اللي هي انبنت من أوائل الخمسينات ولحد السبعينات تم جرف كل البيارات اليافية يمكن تظل بقايا صغيرة صغيرة كتير أحجار تدل على وجود البيارات لا تزال شميخة رغم رفض البيئة لها وكأنها عصية على الإنبثار برتقالها حمل وصدر للعالم أجمع واليوم لم يبقى لليافويين من برتقال مدينتهم إلا القشور وبقايا أشجار وكأنها تئن على قديم عزيز شهدت مدينة دبي الإماراتية تنظيم مهرجان للمأكلات البحرية حاول فيه مشاركون دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية وذلك خلال احتفالية كبرى شهدت تنافسا كبيرا لكنها انتهت دون تحطيم هذا الرقم القياسي لأول مرة يشارك محمد عبد الفتاح وفرقه من الطباخين في محاولة من أجل دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بإعدادهم سلة مأكلات بحرية متنوعة نمشاركين مع مطاعم تانية داخل سوق السمك دبي وطر فرونت ماركت بنحاول نعمل رقم قياسي جديد في عندنا كابوريا في عندنا ربيان في عندنا بلحبه في عندنا كلماري في عندنا فيليه يعني تقريبا هتكلم تقول توتل تقريبا ما يقرب من 3 طن مجمع يعني 3000 كيلو جرام نمشاركين بيوم اليوم في مهرجان السيفود يعد هؤلاء الثواني والدقائق من أجل التنافس على تحطيم أرقام قياسية لأطول وأكبر مائدة مأكلات بحرية بالإضافة إلى أكبر عدد من المشاركين في معركة البودل معركة البودل هي الطعام نأكله كلنا معا وتسمى معركة البودل في الفلبين القائمون على تنظيم هذه المائدة تركزت خطتهم على استضافة 27 ألف شخص لكن الأعداد التي حضرت في التحدي من سكان دبي وعدد من مناطق الإمارات الأخرى لم تفي بالغرض لتحرم العاملين على المائدة من تحقيق حلم دخول موسوعة جينيس حبينا نكون رعاة لهذا الحفل اللي هو رح يجري بيكسر الـ Guinness Book of World Records لأكبر مائدة مائدة سيفود أو مأكلات بحرية نحن تقريبا متوعين 27 ألف شخص يأكلوا على هالطاولة اللي هي متكاملة مثل ما شفت حول المار الطاولة التي تمددت على طول الواجهة البحرية لسوق السمك الشهير في دبي تطلب إعدادها نحو 20 ألف كيلوغرام من مختلف أنواع المأكلات البحرية مصطفى سكحال الحرة دبي نهاية موعد العشرة بتوقيت جرينيج موعدنا يتجدد غدا مع ملفات أخرى ومع آخر الأخبار كما يمكنكم متابعة المزيد من المواضيع والأخبار على موقعنا على الانترنت ويمكنكم أيضا التواصل معنا عبر بريدنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك تويتر ويوتوب بعد قليل يأتيكم زميلي جو الخولي في مجزل لأهم الأنباء وبعدها في نشرة من العاصمة متابعة طيبة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة